رأى النائب باعا تحالف سارون محمد الغزي أن صيغة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات المرسل من الحكومة يكرس لهيمنة الأحزاب وقال أن رئاسة الجمهورية أعدت مدونة انتخابية متكاملة تضمنت قانون انتخابات مجلس المحافظات وقانون انتخابات البرلمان وقانون مفوضية الانتخابات وتم إرسالها إلى مجلس الوزراء الذي صوت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات وأضاف الغزي أن مجلس الوزراء صوت على نسخة تختلف عن التي أرسلت من رئاسة الجمهورية من خلال حثب بعض الفقرات وإعادة نظام سانت ليغو من جديد إلى الواجهة رغم أنه مرفوض من الشارع العراقي ترجمة نانسي قنقر